بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا وربي ما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته ثلاثة الأصول بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل نعم الشيخ رحمه الله بدأ بالدعاء للمستمع وهذا من حسن التعليم ولأجل الترغيب في طلب العلم والاستماع إليه يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تألم أربع مسائل والعمل بهن الأولى الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الأولى العلم العلم باب عظيم عظيم نفع لسيما العلم بعلم العقيدة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا علم جليل وعلم نافع علم خلق الله الخلق من أجله فهو علم عظيم تجب العناية به والإقبال عليه وتفهمه والحرص عليه أشد مما يحرص الإنسان على الطعام والشراب لأنه لا نجاة له إلا به إذا عمل به صاحبه خالصا لله عز وجل نعم أحسن الله إليك قال الشيخ رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه ثلاثة الوصول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن أربع مسائل يعني ما هي كثيرة ولا شاقة ولكن تعلمها واجب وليس سنة وإنما هو واجب بل هو أعظم الواجبات نعم الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة في هذه المسائل نعم أحسن الله إليك معرفة الله تكون بماذا ومعرفة الرسول معرفة الله تكون بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى معرفة الله يلوهية هذا الأول ويدخل فيها في هذا أنواع التوحيد الثلاثنة أحسن الله إليك ومعرفة نبيه معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري لأنك إذا لم تعرف النبي فكيف تتبعه فتعرف هذا النبي بعلامات النبوة تشهد له بها نعم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد وإنما بالأدلة من الكتاب والسنة الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نعم أحسن الله إليك الثانية العمل به الثانية العمل بالتوحيد فلا يكفي أن تعرف التوحيد حتى تعمل به حتى تعمل به نعم الثالثة الدعوة إليه الثالثة الدعوة إليه ما يكفي أنك تتعلم ولا تعلم ما عرفته من التوحيد بل هذا مما يجب عليك بل هو أول الواجبات عليك أن تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور نعم أحسن الله إليك الرابعة الصبر على الأذى فيه الرابعة الصبر على الأذى فيه لأن من وحد الله عز وجل ودعا إلى توحيده سيتعرض إلى الأذى من المشركين ومن الجهلة يصبر على الأذى فيه احتسابا للأجر من الله عز وجل ويستمر على دعوته إلى التوحيد نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقسم الله بالعصر وهو الدهر وهو الدهر لأنه العصر هو الذي تقع فيه أعمال بني آدم فله أهمية عظيمة فالله جل وعلا أقسم به فقال والعصر إن الإنسان أي إنسان من بني آدم إن الإنسان لفي خسر خسارة عظيمة لا فلاحة معها ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا آمنوا بالله عز وجل وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وهذا الغاية من العلم لا يكفي أنك تتعلم وتسكت على نفسك تقتصر عليها بل إذا تعلمت يجب عليك أن تعلم أن تعمل أولا ثم تعلم الناس تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن الذي يوصي بالحق يؤذع فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صنعوا السلام